طيب، إذن تتألق دبي كوجهة سينمائية أيضاً ساحرة مستعرضة سحرها الفريد أمام العالم وهي تستقبل فريق عمل الفيلم الروسي المنتظر سيلفر سبون ثري لتكون خلفية أحداثه مشبعة بألوان الحياة وأيضاً روح الابتكار كانت الزميلة سالي سعيد على الموعد ووفتنا بهذه اللقاءات واللقطات الحصرية من كواليس التصوير نتابع في قلب دبي الساحرة الآسرة حيث تنسج حكاية لا تروى إلا بعدسة عاشق في قلب المدينة النابضة يلتقي صناع الأفلام بأحلامهم موجودين معاكم في كواليس تصوير الفيلم الروسي سيلفر سبون بجزء الثالث وأكيد لكاميرا دبي هذا الصباح النصيب فإننا ناخذكم في جولة حول الكواليس لتس جو تجربة مهمة جداً نعتقد نقوم فيها ما بين موسكو والدبي لفل يديد بالنسبة لي عمل شخصية جديدة بالنسبة لي يمكن تكون المفاجئة أني أنا أقدم شخصية إماراتي أقدم شخصية عربية باللهجة عربية وأعتقد هذا تحدي جديد بالنسبة لي أنا تجربة مهمة بالنسبة للكارير عندي فإن شاء الله أني أتوفق فيها أنا بالنسبة لي ممثل طموح جداً نعم أني أكون محلي صحيح مهم جداً أني أكون أعمال محلية لكن أيضاً أني أنا أطمح أوصلي إلى أبعد مكان وأعتقد هذه أول خطوة بالتجاه السينما عالمية يعني أكيد شيء جديد وتحدي وعلى فكرة أنا خايف يعني من التجربة لكن فريق العمل والمخرج يقول مساعدين كثير في أن أشل الخوف وأكثر حاجز الخوف هذا لأنه تجربة يديدة تعاربين وأكبر مشكلة هنا تبعاً حاجز اللغة بيني وبينهم هذا مشكل تحدي كبير لكن الحمد لله قاعدين نتجاوزه حبة حبة على قولتهم المهم أني أنا مروح في هذه التجربة إن شاء الله ويا ربك أتوفق فيها نحن مجرد ذكر اسم دبي نعرف أنها دبي أكبر استحقاق في حد ذاتها هي استحقاق كبير ما بس اقتصادياً ولا سياحياً أيضاً فنياً ولا ننسى أن السينما أيضاً هي جزء من الاقتصاد اليوم يعني الولايات التحدة الأمريكية وهوليوود اليوم هوليوود تشكل نصيب كبير جداً في النسبة للدخل القومي الأمريكي كاقتصاد جديد فأعتقد أن وجود دبي في هذه المنطقة مهم جداً فسعيد جداً أن دبي قاعد تهتم بهذه الأمور تشكل شركات عالمية تشكل شركات عالميين تشكل شركات عالميين تشكل شركات عالميين لصناعة أفنام في دبي وها أهل لذلك إرتفع سيساً تشكل شركات عالميين إذا كانت تشكل شركات عالميين، أنت تشكل شريعي سيزن إذا كانت تشكل شركات عالميين لصناعة أفنام في دبي ربما كميزك عالميين بداية اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكثير من قناة أكثر في العالم التعارينا حدثت السيطة المنطقة المنطقة للخطي وفق المنطقة للرشياء كل الوقت نعطى بسبب هناك قائلات على الباب فال looked at the first one This is a story about money وفي خطيها يوجد الكثير من الأمور بحث من بابراني كل شيء وأنا كانت تحاول هذا الهم والآخر س is the very human story تتكلم عن الأشخاص من أجل من الإيجابت الذين يريد أن تكتبون بوكسين جلوب للمشاهدة من أجل المستوى ليس للمشاهدة من الناس للمشاهدة المشاهدة ونحن خلال نقول كالدبي دائما سباقين أن نجذب فيلم بهالحجم لسوق الروسي حكمنا سوق كبير وبعدين إمارة دبي مهيئة استخطاء عمل بهالفخامة ولا ننسى شركائنا من شرطة دبي من RTA من بلدية من الإعلام دولة نتعمهم تانواليوم ما كان عندنا أو نقدر نستقطب فيلم عانو بهالمستوى بهالفخامة فاليوم عندنا شركات لكمية معدات تسافر خارج دبي وترجع تستخدم في دول أقرى يأخذونها من دبي حتى هالشي يوم الملجمع الجميع والروس استغربوا لن يحتاجون معداتهم بعض المعداتهم أخذوها من هنا من دبي خلنا نرجع للتاريخ شوية أن اليوم مش نفاصل الفتح بوابة من هوليوود حبي نيو ييرف فيلم الهندي ليشفلنا الكبير شاروخان فتح بوابة لبوليوود فاليوم نحن حاطين أمل أن هالفيلم يفتح بوابة من روسيا لأنه نحن خلنا نقول هذا المجال الوحيد في الأعلام خلنا نقوله بصراعة الأفلام ما عندنا من روسيا وايد